ارتباطاً مع الشيخ حسين الأكراف علاقتك بسماحة الشيخ حسين الأكراف السلام الله عليك طبعاً نوجه له أيضاً التحية الخالصة للشيخ وكنا نتمنى أن يكون موجود معنا يعني علاقتي بسماحة الشيخ الحسين الأكراف علاقة تلميذ بأستاذه وعلاقة محبة وعلاقة اجتماعية وزرية أيضاً وعلاقة اشتراك هدف وحدة هدف وحدة خط وحدة تطلعات ورؤى وتوافق في الهموم والأشجان وعلاقتي بسمحة الشيخ حسين الأكراف علاقة الشعر بالشعر ليس علاقة الرادود بالشعر لأن سماحته شعر صاحب تجربة شعرية شعرت تجربة وله وسبقني في أن يعني أنشأ له ديوان تحت الطبع حالياً كأنه قلب على ورق ديوان لأننا كشفنا صر الشيخ الأكراف ينتطر طباعه من فترة طويلة ولكنه قد يكون يعني لا يخرج نفسه كشاعر وأصلاً كتبها لبعض الرواديد مثل أستاذ جعفر الدرازي له التحية أيضاً كان يكتب له بعض القصائد ويكتب لنفسه أحياناً ولكن شخصية شيخ حسين الأكراف المتميزة كونها شخصية علمية أولاً شخصية أدبية ثانياً شخصية حسينية وشخصية موكبية ثالثاً هذه الشخصية تفرض على ذاتها أن تتخصص وإلا فسمحت شيخ لديه مواهب كثيرة يعني جديرة بالاهتمام والوقف عليها على كل حال وفقني الألم أن أكون رفيق سجنه يوماً ما وأن أقضي معه عاماً وثلاثة شهور وثمانة أيام خلف قطبان يعني قضينا معها أجمل الأوقات المؤلمة صلينا فيها معاً كل الصلوات وأكلنا كل الوجبات وأحينا كل الذكريات وشاركنا في كل المناسبات هناك حيث تعتصر الآلام الشخص فتخرجه إنساناً مصقولاً انطلقنا من السجن خرجنا وبدأت العلاقة خرجنا في الموكب وشكلنا ثنائي أجد نفسي محظوظاً بهذا الرجل ومتشرفاً بخدمته ومتعلماً على يديه حيث أنه علمني أن لا أقبل أن أقدم أي نص وعلمني أن أغرب للنصوص وأختبرها وألغي بعضها وأقطع بعضها الآخر وأنشيه نصاً آخر على نص وعلمني أن الرسالة هي أقدس شيء وأن كل ما عداها وسائل وسائل في خدمة هذه الرسالة إذا لم تصلح الوسائل أن تخدم الرسالة فننطلق لوسيلة أخرى ولكلمة أخرى ولا مقدسة في الكلمات وليست الكلمات قرآناً فتعلمتم منه الكثير وعلمني أن لا أكتب إلا بعد أن أقرأ وعلمني أن أقدم الجديد واستفزني مع قرنائي من الشعرات فصرت متشرفاً بخدمته ملبياً لدعوته طالباً لشفاعة محمد وآل محمد بخدمته وخدمة محمد وآل محمد السلام عليكم